من تابع مع مايرايتس وسعادة محافظة الجنوب منصور داو معنا اليوم لا يحكينا عن محافظة الجنوب وكل التحسينات اللي عم بتصير فيها أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا وعليك بالصحة والعافية إن شاء الله يعني مرأة الأعياد ومرأة إجمالا بكل لبنان بشكل هكي كتير مهضوم وكتير سلس كيف كانت الأعياد بمحافظة الجنوب يمكن لحظتي كان أول مرة السنة مميزة كانت جدا هل مفترة العياد بجنوب وتم تغطيت المتفي بنشاط الأخبار أكتر من مرة طلعت وصورت قديش كان حجم الاحتفالات حلوة قديش كانت الزينة حلوة نحن أكدنا على البلديات إنه من شان لو بد يكون فيه شوية صرف مصاري أكتر من اللزوم إنه من شان تحس الناس باهجة العيد يكتروا الزينة يعملوا يتباروا من شجرة الميلاد أحلى وهيك يعني حسب بعد مواقع التواصل الاجتماعي من أصل أحسن عشر شجرات ميلاد بلبنان يمكن الجنوب كانوا الحصة الكبيرة يمكن من أحسن شجرتين أو ثلاثة بكل لبنان كانوا بجنوب وهيدا دليل فرح يعني والأعياد هي أعياد محبة وكل مرة الناس يعني لازم خلص تبلش يعني ننسى صفحات المؤلمة اللي كنا عم نعيشها وتبلش الناس تفكر بنص الكبين مليان عنا كتير إشها ببلدنا حلوة وفينا نحن نشوفها ونحتفل ونظن عايشين بأجباء الفرح عطول يعني غير أنه بتتعزز السياحة الداخلية والاقتصاد بينتعش وبيرجعوا المغتربين ولكن في نقطة كمان نحن دايما منحكيها أنه الجنوب منطقة مختلطة منوعة وغنية بهيدا الشي بالذات وهيدا الشي بفتكر بعزز كمان هالتعايش الحلو إذا بتمرق حضرتك بصيدة يعني بالمدينة على كل إشارة سير بتلاقي شجرة ميلاد وهيدا شغلة يعني أكيد بتدل على التعايش ومثل ما قلتلك أنه نحن بس بس بهمنا للسياحة الداخلية نحن بهمنا أهل أهل هذه الضياع يلي بعدت عن ضياعها خصوصا الجيل الشاب يرجع على الضياع يعني ضياع شرق صيدة ضياع جزين بكل الضياع يلي موجودة لازم الناس بس تشوف أنه لا في حركة بالضياع وفي احتفالات وفي مهرجانات وفي عنصر الحياة خصوصا الجيل الشاب يعني يلي لحد هلأ بعد مش كتير نحن عم نقدر نقرب لحد طموحات ولحد الأشياء يلي بعوزها إذا حس أنه في ناس عم تهتم فيه شوي 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 إن شاء الله يعني هيدا هدفنا يعني الهدف تبعنا نحن نطال هيدا جيل الشاب ونرجع نقنع ويرجع على ضيعته طبعا هون في مسؤولية كي بتأمنينه فرصة عمل كي بتأمنينه مدرسة منيحة ومستشفى منيحة هوا كلهم صاروا موجودين تقريبا مع بناء تحتية بس بديك تقنعي إنه لا فيه عيد الشاب بيقدر في محل يصهر فيه في محل إنه يقدر يليقي انترنت سريع إلى آخر مثل كل الجيل هايتاكي اللي موجود اليوم شو الأسباب اللي برأيك خالي الشباب يغادروا هالمنطقة نحن نعرف طبعا أنه صار فيه أحداث مؤخران وقبل وقبل كمانا بس الأسباب الرئيسية عم تذكرها كأن اليوم يعني هي كان فيه شوية غياب عن التطور عن التقدم عن الانخراط بالمجتمع العالمي وا 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 أديهوا للأسباب بالذات أثروا على هجرة الشباب من منطقة الجنوب واليوم كيف عم تتعالج هالأسط ما بدنا ننسى إنه نحن برأنا بسنين حرب وبسنين أوضاعنا الاقتصادية نحن على طول كل مرة بنجرب نعمل نهضة اقتصادية شوي بيجينا مشكل من هون أو مشكل من هون برجع برجعنا شوي لوراء يعني أنت ما تنسي كمان عنا عدو العدو الإسرائيلي عطول يعني بالجنوب بالمرصات فعطول يعني كل ما نحن بنقرب لقدام بيجربوا هني يرجعونا شوي لوراء ومش رح يقدروا أكيد لأنه نحن عنا إيرادة الحياة ونحن بنحب الحياة فبعد هالأزمات الاقتصادية اللي كانت عم بتتم كان في عنا شوي تناقص بالمنع التحتية يعني كان طرقات مش مليحة وتستردات مش موجودة كل الانفرستركتور ما كان موجود اليوم لأ عبصار موجود صار عندك أحسن طريق تروحي فيها عجنوب كل الطرقات كل الضياء صارت مرتبطة ببعضها هلأ الهم الأكبر وهو فرص العمل ترجع هيدا الشاب يرجع على ضيعته يعود بضيعته بدي يشتغل بدي طلع مصاري هاي هي بس الهاجس الوحيد والكبير قدام أهل القرى كيف بدي يرجعوا على ضيعته أو على الأقل كيف بدي يبقوا بضيعته وفي كتير ضيعته لحد هالأمبلة هنا نسبة كبيرة من الشباب بعدها موجودة وعبتنخرط يمكن بالأسلاك العسكرية وعبتعمل شغلة حر وعم يقدروا يعيشوا فنحنا من منبرك منوجه دعوة لكل هيدا الناس أنه لا لجنوب منطقة كتير حلوة وليزم يرجعوا على ضيعته وعلى قرى والعمل هو ما أنه بس عمل بالتجارة أو بالمصانع أو بالشرك الكبير يعني هون كمان أدي مهم أنه ترجعوا تشجعوا على العمل بمجال الزراعة بمجال الصناعة أو الحرف يعني هالأمور اللي كانت موجودة وعن بتروح وتخف شوي شوي اليوم أدي دوركم مهم بهك إعادة إنعاش هالمجالات هاي تصديقا لكلامك في المنتجات الزراعية الصغيرة يعني خذي مثلا مونت البيت هيدا الإشياء إذا نحنا من نقدر نلاقي أسواق أسواق بره يعني عبر السفرات اللبنانية بالخارج بس للبناني يلي قاعد بره يعني نحنا ما ننبي حاجة لأسواق يكون هدفنا غير الشعب اللبناني هيدا اللبناني يلي عيش بره وساكن بره بس يشوف على أي رف بسوبر ماركت منتج لبناني أكيد بدروح يجيبوا بس هيدا ونفتقد لهيدا الشي يعني عم بيكون فيه طلب على هالحصص بس نحنا لنقدر نصدر لبرة عنا شوية المواصفات لازم نتأيد فيها وهون يعني كل الإدارات عم تهتم بهيدا الموضوع يعني وزارة الزراعة وغيره تيصير المزارع اللبناني أو يلي عم بيشتغل بالصناعات الغذائية يقدر يتقيد بالشروط العالمية بالمواصفات لنقدر نحنا فينا نصدر لبرة بس أكيد أنه هيدا الشيء إذا بيتشجع ما بدنا نحنا أسواق عالمية نحنا التارجت طبعنا هو اللبناني اللي عيش برة ومطلب تعرفي عنا نحنا ملايين اللبناني عيشين برة ونحنا أكيد ما بيكفي انتجنا لجزء صغير من هون اللبناني صحيح بس هون قدي دور المحافظة مهم مع مين بيتم التنسيق كيف بيتم العمل على هالأصص خلينا نحكي إشي عملية يعني على الأرض شوف المحافظة بتعرفي بتضم كل الإدارات كل الإدارات المعنية بهذا الموضوع والرابط الأساسي بيننا وبين أصحاب الشأن هو البلديات يعني نحنا من نسق مع البلديات بهذا الموضوع ومع الإدارات لنقدر نوصل للرسالة ونحنا يعني ما كاتبنا مفتوحة وما كاتب الإدارات عطول مفتوحة وعطول عم نوجه نحنا رسائل للبلديات بهذا الخصوص من شانت سيكون فيه تعاون بينهم وبين الإدارات ذكرت كم من العنصر للشباب كتير وطريقة استقطابه من جديد على هذه المناطق المناطق كلها يعني من الجنوب ما في منطقة أقل من منطقة تانية وكلهم مناطق بتجنن يعني على الأكيد التكنولوجيا اليوم موجودة كتير بحيات الشباب وإذا ما كانت الحياة كلها مربوطة بها العالم العالم الرقمي وعالم الإنترنت أكيد رح بيكون في شي ناقص وشي أساسي ناقص كمان عم تشتغلوا على هالموضوع بأسس عم بتكون موجودة أونلاين شو هني؟ صحيح نحن يعني بمحافظة لبنان الجنوبة ما بدنا نحرق كتير المراحل بس نحن هلأ بصدد بصدد إن شاء الله نحن بتكون من قوي المحافظات يلي منصير محافظات إلكترونية نحن بصدد تأخرنا كتير بس هيدا واقع واقع الإدارة اللبنانية يصير عنا نحن سايت للمحافظة على الإنترنت وعنا أبليكيشن متخصصة بموضوع المحافظة بيقدر أي مواطن حتى في حالة شكوة علينا بيقدر يفوت وإستابع شكوته عندهم عاملة بيقدر يعرف وين صارت أي متى رح ببليش؟ قريبا جدا ورح ندعيك على الافتتاح وأنا جاهزة أهلا وسهلا لا لأنه الهدف بالآخر المواطن له حق ولازم المواطن يعرف حق والمسؤول هو مواطن مثله مثل أي شخص يعني مش المسؤول قاعد ولا بيبرج عاجي وبس هو بيتحكم بالنس لا مش هيدا الفكرة يعني صحيح الفكرة موجودة عند الناس بينظروا للموظف القتال العام نظرة مش صحيحة بس لا بالإدارة في عناصر جيدة بس المهم الناس تعرف حقه بس الناس تعرف حقه بطالب بحقه يعني أنت بديك تعملي أو شيء مكان لائق للناس تستقبلين على مش يفوت واحد على إدارة يحس حاله فيت على مكان مش لائق لا يفوت على إدارة حتى أيضا موضوع تحسن طبعا أكيد من أربع سنين لليوم يعني أكيد احنا اشتغلنا على الشكل وعلى المضمون بنفس الوقت يعني أول شيء على الشكل بس تزوري محافظة البنائلة الجنوبة بتلاقي مكان نظيف بتلاقي مكان للناس تقعد يعني بتاخد يمكن كباية ماء بتلحق مع عملتها بمطرح بالصيف في اي سي وبالشتاء يعني بيكونوا مدفيين ما في بهدلة يعني للمواطن بس شرط المواطن كمان يحترم وين الحدود يقدر يقف عندها أكيد الحقوق والوجبات يعني ونحن كمان يعني مثل ما بتعرفي محافظة البنائلة الجنوبة هي منشأة خالية من التدخين يعني كمان هنا من حقوق المواطن يفوت على بيئة نظيفة مش يفوت على بيئة يكون إذا هو مثلا ما بيدخين ينزعج إذا طالع بالأسانسور ما حدا بيدخين أو فيت على مكتب يعني هيدا شغلة يمكننا نحكي عنها كتير بس للأسف موجودة وين ما كان بالدوائر الرسمية وهيدا شي بفاجئ يعني هالمثال الغير صالح يلي عم ينعطى أنه بينادوا بعدم تدخين ولكن بالدوائر الرسمية نحن في أنون في أنون بيحد من التدخين ونحن عم نطبق هذا الأنون مع من اختراع البرود نعم حكيتنا عن فرص العمل قد فرص العمل متأثرة كمان بوجود اللاجئين بهذه المنطقة رح نحكي بعدين أكيد عن الشئ الأمن ولكن كيف عم بيكون مضبوطه شوي الوضع شوف تحصت الجنوب بتحصت كل بين اللاجئين ويمكن نحن كانت العداد عندنا كبيرة بس عملنا إدارة صحيحة لوجود الناس حين السورية يعني طبعا هذا تم بالتعاون مع القوى الأمنية تم بالتعاون مع البلديات والتحدات البلديات نحن في عنا أنون باللبنان نعم عم نطبق الأنون في عنا تعامل وعرارات صادرة عن وزارة العمل وعن وزارة الاقتصاد مثل ما يعني يطبق الأنون إذن الآنون يسمح للأجنبة يفتح مؤسسة ويشتغل نسمح له إذن الآنون ما يسمح ما منسمح له ما منسمح نحن للنازح أو الأجنبي أو كذا أنه يتخطى القوانين والأنظمة. لأن نحن في الأمن الاجتماعي ما بيقل أهمية عن الأمن. الأمن العسكري أو الأمن الناس. لأن الأمن الاجتماعي عندما نخلق نحن مشكل بين المقيم وبين المضيف. فنحن لازم نكون دايقين بتطبيق هذه المعايير. ما عم نسمع نحن لحدا نخالف الأنون بمحافظة لبنان الجنوبي. وأنا أكد لك أي حدا كان نازح أو أجنبي أو غير لبناني. أو حتى لبناني يقوم بأي نشاط خلافا للأنون. نحن نوقف ونعطي فرصة لواحد يزبط وضعه. وإذا وضعه ما يزبط نسكره بالشامعة الأحمر. هذا الشيء كمان يناكس على الوضع الأمن. والوضع الأمني يتحسن كثير كبير. وكنا نحكي عن أرقام غير رسمية طبعا. ولكن إذا نحكي عن الجرائم وعن المخالفات التي تخف بشكل ملحوظ جدا. يعني حارتك طبعا من المتابعين. وأكيد بمثل ما بتشوف محافظة لبنان الجنوبة من أقل أو من أكثر المحافظات التي تنعم بالأمن في لبنان. ما في جنوب كله بتشوف جريمة قتل عن عمد. ما بتشوف سرقة سيارات. ما بتشوف الأشياء التي تشوفها بغير مكان. لا. بالأول شيء نسبة الوعية عنها مرتفعة. مثل كل الشعب اللبناني إن شاء الله. والأمن عندنا كتير ممسوك. بس لمين بعد الفضل هنا؟ للقوى الأمنية. بس القوى الأمنية كمان في متابعة لألة. في متابعة حسيسة. القوى الأمنية صهرانة. يعني كل الأجهزة الأمنية صهرانة على أمن المواطن. مثل بجنوب. مثل بكل لبنان. بكل لبنان طبعا. بس يلاحظ أن في مناطق أكثر من مناطق الأمن والأمان موجود فيها. يعني. ومحافظة الجنوب. مثل ما عم نحكي. هلأ كمان من المناطق الأكثر. من أحسن المناطق. أمن وأمان. يعني الإنسان كمان بيحس حال. لكن في محل معين. وكأنه الموضوع مرتبط بأفراد. يعني. فينا نقول أنه المحافظة أو البلدية. يعني. عملهم مرتبط بفرد. لا. ليش الحرام. يعني. كنا نكون منصفين نحنا. يعني. الأجهزة الأمنية على مستوى كل لبنان صهرانة على الأمن اللبنان. يعني. هون نحنا نوجه تحية لكل القوى الأمنية. بمختلف الأجهزة. لأنه لما هن صهرانين. ما كنا نحنا عندك. ما كنا نحنا بنصهر بالشاريع. مثل ما شفت اللي صار. برغم كل الأجواء اللي محيطة فينا. لا. بس أنه بتسائب أنه بمنطة بعدل الجريمة يمكن أكثر من منطة. أو بمنطة بصير فيها خلال بالأمن أكثر من منطة. بس هذا ما بيعني أنه القوى الأمنية مش عم تقوم بيدورها. بالعكس. يعني. أنا مفتكر أنه بتسائب. هذه الأشياء أكيد بدي عمال. وبدأ صهر وبدأ مراقبة كتير شديدة. كيف يتم التنسيق والعمل مع البلديات؟ هل كل البلديات هي عم تتجاوب؟ هل بيصير في عمل متوازي مع الكل؟ والكل بيكونوا نفس الشيء تقريبا. أكيد نحنا على اتصال يومي بالبلديات واتحادات البلديات. ونحنا وياهم عم ننسق على أعلى المستويات. وصراحة بيقول لك أنه عم بيقوموا بجهة كمان هني جبار. الوقت اللي نجي نحكي مع بعض كيف نحنا بيتم التنسيق معنا. لا يكون ضياعنا يعني عايشي بأمن وبأمان ومرتحين. وبرجع كمان للمرة الثالثة بأكد أنه الأجهزة الأمنية هون نحنا بنوجه لها كل الشكر على كل الدور اللي عم تقوم فيه. يعني حضرتك كنا بنحكي عن المركزية الإدارية. قدير لمركزية الإدارية. أنت مع أو ضد بهيك وضع؟ شوفي هون هون صبطيني أنا يمكن شوي بالصميم لأنه اللي بدي أقوله هلأ هو رأيي شخصي يعني ما له علاقة يعني بالشغل اللي عم نشتغل. تعرفي عطول في شيء موضة بتمرق يعني مثل ما كان يمرق موضة الإصلاح لإدارة. فبيمرق هلأ شغلة هي اسمها لمركزية الإدارية. فالمركزية الإدارية هي شغلك بالمبدأ شغلة مهمة وشغلة منيحة. بس هل ترى هذا هو الوقت الصحيح نحن نحكي فيه بالمركزية الإدارية؟ هلأ سؤالك بي. يا هل ترى نحن علنا استعداد أو علنا مقومات نعمل قانون عاصري للمركزية الإدارية بوظل وجود مركزية مثل مركزيتنا؟ يا هل ترى نحن بنينا تراكمات من الخبرة من العمل يعني سواء البلدية أو على مستوى التحالات البلديات اللي هنصور من صور للمركزية الإدارية بشكل يصبح لنا نحن نطلع فشخة زيادة لقدام. هذه أسئلة كبيرة وهذه أسئلة أجوبة. يا هل ترى نحن لدينا كيف نحن نقصم المستوى اللي مركزي اللي بدنا نعمله على مستوى محافظة أو مستوى قضاء أو على مستوى أعلى أو أكبر أو أصغر. يا هل ترى عندنا نحن هذه الدراسات؟ عندنا هذه الأرقام؟ نعرف كيف نحن يعني شو عندنا التفاصيل بهذه المناطي اللي نحن نحكي فيها باللمركزية الإدارية؟ لأنه في فهم خاطئ عند الشعب اللبناني أو بعض الناس حول المركزية الإدارية. أنه هني بفكر أنه نحن بنعمل للمركزية إدارية. أنا ما بقى بنزع على بيروت تعمل معامل. هذا شيء ليس صحيح. لمركزية الإدارية يعني والبلدية أو المحافظة ما فيها تحل محل هو مفهوم مختلف لإدارة الشؤون سواء على مصطوى. نحن نحكي قضاء أو على مصطوى محافظة. وبرجع بإلك عنصر البشري هون هو المهم. لأنه أنت بديك تبني خبرات وتراكمي خبرات لفيك تنتقلي من مصطوى لمركزي لمصطوى أعلى للمركزي. والتجارب عند الدول موجودة. يعني إذا نحن عطول ناخد مثل لأنه هيك درسنا لمركزية الإدارية بفرنسا يعني. شوفي على أي مصطوى هني بيطبقوا. وشوفي إنسان مين بيجي عندهم على مصطوى يعني إدارة الحقيقة أو إدارة البلدية أو إدارة المحافظة أو إلى آخره إلى آخره. فلا أنا يعني بهذا الظرف وبهذا المعطيات بقول بكير كتير نحكي نحن بالمركزية. يعني شو هالجواب الدكتلوميسي؟ ما نكضت بس بعد بكير. هذا رأيي الشخص. خلينا نحكي اليوم عن الحاجات المتبقية بهذه المنطقة. طبعا كان فيه الحاجات الأساسية يلي قدرتوا تشتغلوا عليها بفترة أربع سنين. ولكن أكيد بعد فيه طلبات أخرى. حاجات أخرى. نواقص عند المواطنين أهل الجنوب. يلي منوجه لهم تحية كتير كبيرة. على شو هلأ الأولويات رح بتكون. وأدى المحافظة فيها تشتغل عليهم. شوفي نحنا أهم شيء نحنا عنا رؤية. يعني عارفين نحنا وين شغلنا بدوصلنا. على الأقل من هلأ إلى خمس سنين أو من هلأ إلى عشر سنين. نحنا شايفين وضع المحافظة وعملين الدراسات. نحنا شو فيه بالمحافظة. يعني مثل ما كنت عارب بحكي مع حضرتك تحت الهواء. أنه نحنا بالسنة مرتين بنعمل اجتماع مع كل الوكالات الدولية ومع كل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية اللي عندها أشغال بالجنوب. اللي عم تشتغل بالجنوب. بس لنحنا نقدر ننسي العمل نحنا وياهم. تيكون هيدا الشغل ما يتكرر. أو ما تكون ما يتجزق ببارو الضيعة. مش تجي جمعية تعمل شأفي من الصرف الصحي بهاي الضيعة وشأفي بهاي ديك الضيعة. أو بيجوا نفسهم تشتغلوا على نفس الحقيقة. نحنا لأن الصورة عارفينها. والصورة شايفينها. عم نجرب قدمة فينا. مع كل منظمات الدولية ومنظمات الأمور المتحدة. وهو كمان نوجهنه أن نحنا كل الشكر على كل الجهود اللي عم بيقوموا فيها. وعلى التنسيق. وعلى حسن التنسيق معنا. نحنا يكون هيدا الهدف عم نحط بمحل واحد. كل هيدا الجهد عم ينحل بمحل. لأنه نحنا متعرفي بلبنان عيب بعد 28 سنة من نهية الحرب. نرجع نحكي بأشياء أساسية. نرجع نحكي والله بيبنى تحتية. والله بشبكة ماء. أو بشبكة صرف الصحي. لازم نخلص. يعني لتنخلص. بدنا نخلص. بدنا نحط قدامنا نحنا خطة. ونقول نحنا من هلأ لخمس سنين. بدنا نخلص هيدا القطع. بدنا نخلص هيدا المشكل. بدنا نبني هون. بدنا نفرغ هون. إذا ما ما قدرنا عرفنا وين بدنا نوصل. طيب نحنا ليش بدنا نجتمع. إنه نحنا مش قدرين نحنا نشوف الصورة كاملة. نحنا شايفين الصورة كاملة. وعلمين دراسة لهيدا الاحتياجين. وبأكد لك إنه نحنا على مستوى محافظة بكل الإدارات الموجودة. نحنا مهتمين بهيدا الموضوع. ونحنا حطين المواطن هو أولوية بالنسبة لإلنا. لأنه خدمة المواطن هو هيدا شرف لإلنا. وهذا واجب إنه نحنا موجودين نخطب الناس. وطبعا ما في حدا أن يرضي كل الناس. بس لحنا عم نعمل المطلوب منها. وعم نجرب يعني نعمله بحرفية إذا بديك. يعني أنا بدأيقول إنه حتى هالإطلال الأعلامية اليوم كانت حتى فيها عمل لخدمة الجنوب والأهل الجنوب. لأنه بفتكر كثير من الناس من اليوم. رح بيتوجهوا ويقضوا ويك أند عندكم. عندهم نحنا اللي عندهم. شكرا لوجودك معنا بمحافظ الجنوب وانصور دا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. رح ناخد بريك صغير ومن تابعا خليكم معنا. شكرا لحظة جزيلا لحظة جزيلا لحظة جزيلا بحظة أعطاء تريد فكتنا.